واحد من ضمن الاسباب الرئيسية في تقدم بلد عن بلد انه الشعب بتاعها الشباب كبار اطفال في المدارس في الجامعات في اي مجال ايا كان الوظيفة انه بقى عنده فكرة انه يبتكر في الحاجة اللي هو بيعملها ممكن اعيش في روتين طول الوقت طول حياتي انما المخ ما بيفكرش غير في قوقعة واحد من ضمن الحاجات اللي انا بقولها انه فيه فرق ما بين دولة ودولة ان الشخص لازم يخرج برا القوقعة دي عشان يحاول يبتكر في المجال بتاعه الضيفة انا كنت قاعد مع فوق قبل منزل الهوى بكل صراحة شديدة في عندي حالة غسيل مخ لمدة خمس ثواني او العشر ثواني او دقيقة اللي انا اعطاها معاه ضفي ارجوكوا تابعوا الفقرة دي لانها فقرة اعتقد ممكن تفتح عند حضراتكم مجالات مختلفة او تفكير بشكل مختلف طبعا حضراتكم عارفين ان العلماء كانوا بيهربوا من مصر لكن بعد صورة خمسة وعشرين اناير فيه دعوة من كل المصريين ومن مصر للعلماء الدول ان هما يرجعوا عشان يفيدوا بلدهم الروتين انقصر استاذ الدكتور محمود شريف العالم المصري بمجال النانو تكنولوجي وعضو لجنة الخبراء لتقييم التكنولوجي في كندا وصاحب فكرة مشروع الالف جنيه صباح الخير يفن صباح الخير اهلا نهارك سعيد ومشرفنا ومنورنا انا سعيد باني في البرنامج وسعيد كمان بانه يتوافق مع احتفالات اكتوبر وقوات المسلحة اهلا بيك فان تشرفت باني خدمت معاه حنتناول كل الحاجات دي انا فقرتي وقتها محدد شكرا ارجوك ادينا الفرصة ان احنا نعرف حاجات كتير من حضرتك فضل حضرتك العالم المصري بمجال النانو تكنولوجي ندي فكرة مبسطة يعني ايه نانو تكنولوجي كلمة نانو هي مجرد مقياس النانوميتر اصغر من المايكروميتر احنا عندنا في المقييس في متر سنتيمتر ملي متر ده اللي بنعرفه في المدارس في المايكروميتر واحد على الف من الميلي في النانوميتر واحد على الف من المايكرو لما بنبتدي نشتغل في التكنولوجي كنا بنشتغل في مقاسات في حدود الميلي زمان في الاربعينات في الستينات السبعينات الثمانينات تطور لي المايكرو مايكرو الكترونيك لحد التسعينات بعد كده وصلنا للنانو ما هو النانو؟ إنك بتصنع حاجات وإنت بتصنعها بتستخدم تكنولوجي إنك تحطها في مقاييس في أحجام صغيرة جدا متناهية في الصغر تخيل بقى الكمبيوتر بتاع سنة 60 كان حجمه قد إيه والنهاردة الكمبيوتر حجمه قد إيه اتغير من الإلكترونيات اتغيرت من الألمنت الكبيرة والمكونات الكبيرة إلى المايكرو إلكترونيكس النهاردة لما نقول نانو إلكترونيكس يعني معناها التكنولوجي اللي هنستخدمها حتى تحكم في ترتيب الزرات في استخدامها بحيث إنك بتصنع الحاجة على سكيل صغير جدا مقياس صغير جدا وفي نانو بيولوجي وفي نانو يعني النانو تكنولوجي هي التكنولوجي اللي بتستخدم للبحوث والصناعة في المجالات اللي هي في الحاجات الدقيقة جدا في الحاجة مجهد ينهارك سعيد الأستاذ الدكتور محمود الشريف هو عضو لجنة الخبراء لتقييم التكنولوجيا في كندا وعلى فكرة هما الخبراء دول بيبقوا سبعة فقط المعلومة دي صحيحة؟ صحيحة تمام عظيم الحقيقة اللجنة دي أنا لسه جاي من اجتماع كان في كندا من حوالي أقل من شهر كان لتقييم مركز بحوث قومي أحد مراكز البحوث القومية في اللي عمله في الفترة السابقة وفي اللي هيعمله ولما نقول مركز بحوث هناك دي مش مراكز عادية ده المركز لما بنقيمه بنقيم عمل أدئي اختراعات دخل في الصناعة أدئي أنتج من الصناعة من اللي هو اخترعه أدئي اشتغل كم عامل العائد المادي أدئي اقتصاد الدولة أدئي فهي عملية متربطة متكاملة فيها بحث علمي فيها تكنولوجي فيها صناعة فيها تقدم فيها اقتصاد من بداية مجرد خيال بفكرة لغاية ما تبقى اقتصاد ورد ومردود صح؟ أيوة تمام دكتور بعد إذنك حضرتك يعني قرموك في عدة أماكن في العالم من ضمنها أمريكا حضرتك كرمت بناء على إيه؟ بناء على مجموعة بحوث واختراعات اتعملت كثيرة جدا يعني الحمد لله يعني كان أنا اللي عملت تقريبا أول ما يسمى باليونيفورم أو البدلة الزكية اللي هي العسكري الأمريكي كان أحد المشاريع يعني أنت بتحط التكنولوجي وبعد كده بتسيبها في ناس بتطوارها وبتقدمها للصناعة وخلافها التكنولوجي أساسا أن هي إيه؟ أن البدلة تكون موجود فيها أحد الخيوط دي خيوط فيبر أوبتيكس اللي هي ألياف بصرية استشعار تقوم في موجودة في الفيلد أو في المكان يعني بتاع الميدان في الميدان أي غازات سامة أي بايولوجي أي حاجات خطيرة على العسكري أو المقاتل بيتم التقاطها أوتوماتيك وتتبعت على طول لمراكز القيادة بدون تدخل الشخص اللي لابس البدلة دي عملناها كمان في التطبيقات المدنية على أساس تبقى زي الشيرت زي الفانيلا اللي بتتلبس موجود فيها استشعار يقيس نبضات القلب يقيس الحالة الصحية للمريض بالذات اللي عندهم عايزين 24 ساعة يعني تبحة متابعة للجولوكوز اللي عندهم سكر اللي عندهم حالات خطيرة وكمان في الميدان لو حصل إصابة بتلتقط مكان الإصابة وبتبلغها فيها تعرف أنها خطيرة أو غير خطيرة وهكذا يعني البدلة دي قريدي موصلة لاسلكيا مثلا بالفيادة عشان تعرف الشخص ده أو العسكري ده أو الزابط ده اللي حصله بالزبط هو حوالي ايه أو معرض وكمان المكان يبقى معروف خطورة المكان اللي هو فيه شكله ايه دي ناحية تكتيكية كمان عزيم أرجوك احكي لنا ايه تاني اخترعات عملنا حاجة اسمها السيراميك أوبتيكال فايبر اللي هو ألياف بصرية من السيراميك ده لناسة كان أحد مشروعات ناسة لأنه كان فيه مشكلة كبيرة لما حصل انه الطايلز اللي هي من السيراميك بدأت تطلع من الجسم السبيس شاتل اللي هي المكوك الفضاء نعم وكانت حاجة عملية خطيرة جدا انهما مش عارفين يحسبوا الانتجريت اوف دا ستراكشور يعني كفاءة الستراكشور الموجود ده شكلها ايه فكان مطلوب وسائل استشعار بس المشكلة في وسائل استشعار ان كل الموجود لا يتحمل درجة الحرارة اللي بتوصلها المناطق دي السيراميك دي اللي هي حوالي 2700-2800 فكان لازم نعمل حاجة ابتكرت حاجة جديدة اللي هي ألياف بصرية من السيراميك من السيراميك وتستخدم كألياف كوسائل استشعار بتتحطي مع الجسم في داخل الجسم في داخل الجسم نفسه يعني في داخل الستراكشور بحيث ان هي تسنس اي ضعف في الستراكشور قبل ما يحصل الفلير اللي حصل او انهيار الجسم دي طبعا بتستحمل حتى لتلاف درجة مئوية وحتى كان فيه جائزة من الناس عليها او شهادات تقدير وخلافه وفيه اكتشولي جويند فنشر يعني ابتكار او اختراع مشترك نعم بيني وبين الناس في حاجة تالتة اه ارجوك في التلي كومينيكيشن احنا بنسمع في الاتصالات وسائل الاتصالات النهاردة بتسمع التقدم النهاردة بقى نص ميجا جيجا واحد جيجا في امريكا وصل لتلاتة جيجا واربعة جيجا بيتكلموا على التكنولوجيا كل ستة شهر او كل سنة بيحاولوا تطوروا الاتصالات بحيث ان هي تستوعب الضغط والكسافة اللي موجودة اللي بتزيد من الناس المستخدمين للاتصالات نعم احنا عملنا باختراعات حديثة باستخدام الياف البصرية التكنولوجيا بتاعت سنة 2020 2025 اللي هي 100 جيجا السرعة بتاعت الاتصالات توصل لها احنا منتكلم على اتنين وثلاثة جيجا النهاردة وكل سنة بيزودوها واحد او نص او على حسب التكنولوجيا ما بتتغير احنا عملنا طفرة كبيرة والاختراعات لسه طلع بقالها فترات بسيطة تلات اخبارات اختراعات في موضوع الاتصالات لـ 100 جيجا 100 جيجا لو طبقنا ده يعني عمليا يعني ايه فايدته اه ايه فايدته انت لما بتجي تشتغل على الكمبيوتر وتعمل داون لود ولا تنزل حاجات ليها ساعة كبيرة او بتقعد ساعة بتقعد دقيقتين بتقعد ثلاثة بتقعد انما كل ما السرعة تزيد بتاعت الاتصالات وسائل الاتصال كل ما تنزل دي في ثانية كل ما تعمل عشر حاجات في الدقيقة بدل ما كنت بتعمل حاجة واحدة كل ما كفاقتك وانتاجك بيتضاعف وطبعا كل ما بيزيد عدد المستخدم للكمبيوتر للوسائل الكمبيوتر يعني والانترنت وكده كل ما يحصل سلو يحصل طباطق اكتر لانه السرعة دي بتحصل فيها مشاهدة فالسرعة هي اهم حاجة في وسائل الاتصالات النهاردة عشان تستوعب التغيير والكسافة اللي عملة تزيد بسرعة في وسائل احنا بنود بتزيد يعني عملة عدد الناس اللي بيستخدموا السيلفون النهاردة بيدي تعمل دون لودم السيلفون بيدي تعمل كل الكلام ما بقاش بسي لازم تقعد على الكمبيوتر عزيب فعدد الملايين اصبحت بلايين هتبقى من الناس اللي بيستخدموها لما تقول عندي 100 جيجا يبقى السرعة هتبقى هيلة جدا طبعا السرعة يعني اقتصاد يعني فلوس يعني انتاج يعني حاجة كتير قوي وده بداية لتطوير ممكن يطوروا الموضوع ده لمرحلة تانية طبعا انا مش عايزة تتكلم على فوائدها اللي تنعكس على كل الصناعات الاخرى مش بسي لانك بتستخدم الكمبيوتر في وسائل كثير جدا نقل معلومات يعني حاجات الفول اوتوميش كل حاجة دكتور انا انا مرة دخلت على احدى المواقع على الانترنت وشفت تلفزيون معرفش ده احنا وصلنا له قريدي ولا لأ تلفزيون عبارة عن زي سجادة الصلاة او زي خلينا زي زي سجادة الحقيقة ده في احد الكتب بتاعتي انا اول من دخل في موضوع الفلكسبول الكترونيك وكان مشروع للدفنسف في امريكا لوزارة الدفاع في امريكا الفلكسبول الكترونيك يعني الالكترونيات اللي هي مارينة يعني انت زي ما بنتكلم عن نانو بقى بدأنا نخش في تصنيع الالكترونيات من حاجات تقيقة جدا وصغيرة جدا قلت لا ده احنا مش بس هنحطها على هارد سابستريت كده على حاجة قوية لا ده احنا هنحطها على التكستايل زي ما عملت سمارت يونيفورم سمارت باراشوت حتى ما تكلمناش عليه عملت الالكترونيكس دي على اني حطيت النسيج حطيت فيه كل الدايرة الالكترونية وبالتالي الكمبيوتر بتاعك يبقى في حتة قماش صغيرة جدا هتطبعها وتحطها في جيبك هم دلوقتي بيشتغلوا على الفلكسبول سكرين انت فاكر السكرين كان السي ار تي تيوب اللي هي الصمام التيوب الالكترونيكس دي اه اللي هي مباقيتش تلاتة يعني في مسطحة اللي بعد كده هيبقى انه كل ده بقى في حاجة بسيطة جدا بتحطها في جيبك تخيل بقى لو في داخل طيارة مثلا انا ادي لك مثل بسيط كل جهز الالكترونيات الضخمة دي كلها اصبحت كل واحدة في رقيقة من القماش بتحطهم على بعض كلهم حجمهم بقى بدقيه طبعا لما بتسيف يعني بتقلل الحجم والوزن ده تقدم ضخم جدا في الاقتصاد وفي العائد المادي وخلافه لانه طبعا الطيارة اللي كان وزنها كذا هيبقى وزنها اقل بكتير المادة بتاعها ده كاليف الطيران بتاعتها الوقود بتاعتها انا بادي مثل واحد لما تعال بقى لكل الالكترونيات والحاجات بتاعتك التانية في الصحة في استخدامات الصناعة في مصانع نفسها في كل ده هو نوع من التقدم دكتور فضل ايه اللي خليك تسيب مصر سؤال كويس الحقيقة انا زي ما قلت في الاول تشرفت بان كنت ضابط في القوات المسلحة ويرجع الفضل الحقيقة لخدمتي في القوات المسلحة لاني تعلمت حاجة كتير وكنت من رجال الحرب